يا رب دايما وابدا تكونوا بخير وبالتوفيق رب دايما وابدا استكمالا للمحاضرة الاولى الفيديو اللي فات اتكلمنا عن اول ثلاث موضوع من اصل خمسة اتكلمنا عن تعريف الهيلز اتكلمنا عن الاسبكترم وتكلمنا عن ديترمنانس واتفقنا لسه فاضل موضوعين اللي هما الايسبرج فنومينا او البرامد اوف ديزيزز واتفقنا كمان ان في عندي موضوع اسمه مجموعة من التعريفات الايسبرج فنومينا سؤال نظري مهم جدا لانه فيه راغي كتير انا هستطفلك الكرام ان شاء الله ما تقلقش وكمان سؤال عملي وده كده يعتبر اول سؤال عملي نقابله ان شاء الله معنا في المنهج ازاي ممكن ييجي سؤال نظري هقولك illustrate, enumerate, mention, short note زي ما اتفقنا كل المسميات لا تفرق معنا المهم عندي او ما تلاقي كلمة ايسبرج فنومينا هتقوم كاتب كل ما تعرفه عن ايسبرج فنومينا وهو الصفحة كلها ما تسيبش فيها ولا كلمة واحدة ما تتكتبش طيب نقطة رقم اتنين جال زمانك قبل كده امتى او جال في امتحات ايه زي ما اتفقنا قبل كده دايما في المذكرة في عندك حرف كيو لامتحات سين الفت وهتلاقي جنبها يا نجمة واحدة يا اتنين يا تازة تقوم نازل في اخر الصفحة او الصفحة اللي بعدها هتشوف نجمة واحدة ايه يبقى ده السؤال جي قبل كده في الدور الاول 2017 والدور الاول 2013 طيب تعال نتكلم بعد كده بمنطقة البساطة عن يعني ايه اصلا ايسبرج فنومينا ويعني ايه اصلا واصلا ايه همية الصورتين دولات وزيقوا في الامتحان سواء عملي او نظري ايسبرج فنومينا احنا نتكلم على نظرية جبل الجليد زي ما انت شايف كده نظرية جبل الجليد بتقول ايه? بتقول بالعمية كده ان في عندك جزء صغير من الجبل فوق مستوى البحر سطح البحر وجزء كبير جدا مستخبي تحت طيب هبارة عن ايه? هبارة عن هرم زي ما انت شايف كده بيقسم الشعب بتاعنا او السكان بتاعنا تقسيمة تبقى للمرض او عندهم مرض او لأ لخمس ادوار واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة من فوق لتحت طيب بالراحة بقى ده يجي زي الاول كسؤال لو سألك وقال لك الاستريت زي ما اتفانى او منشن او انيوميليت ايسبرج فنومينا هتقوم كاتب الكامل تحت ويفضل ترسم ترسم اتنين دول طيب وفي العملي في العام انت بيجي لك صورة عليها اسئلة فبالتالي اقوم جايب لك صورة او يجي بلك صورة الايسبرج فنومينا وقال لك ده اسمه ايه? فتقوم ايه ده اسمه ايسبرج فنومينا اللي هو العليمين واللي على الشمال هنا يبقى اسمه طيب نقطة رقم اتنين يجيب لك نفس الرسمة دي بتاعت اللي هي ويقول لك نقطة رقم واحد او بلوك رقم واحد بلوك رقم تلاتة بيمثل ايه? بلوك رقم خمسة بيمثل ايه? ويبقى سؤال امسك يوم? وانت تختار. يبقى ده كده شكل السؤال اللي ممكن يجي لك عملي او نظري وخلي بالكو هنا في رسم. واحنا نادرنا من الكلام عن موضوع الرسم. ودي اهم رسمة في منها كله. طيب دكتور انا هرسم الرسمة دي ازاي? بفرادة انا مش عارف ارسمها. فارسمها ازاي? موضوع بصد خالص. بص. كل هتعمله. هتقوم راسم سيادتك. حتة صغيرنا كده من الجبل وتقوم عامل له مستوى سطح البحر وتقوم مكبر من تحت. اي شكل? وتقوم اقل له والله بص الشكل اللي فوق ده. اللي هو التب بتاعة الجبل بتاعي اللي فوق مستوى سطح البحر. تقوم اقل له ده سي ليفل. وتقوم اقل له لتحت ده كله هيبقى اللي تحت البحر. المستوى تحت البحر. بس شكرا. ده الايسبرج في نومنا. طيب ارسم ازاي الجبل? ده اسهل واسهل. كل مطلوب منك تقوم راسم مسلس طويل. وتقسمه بخط زي ما انا برسملك كده بالزبط. وتقوم عامل له سهل وتقول له ده رقم واحد بلوك رقم واحد. وده بلوك رقم اتنين وتلاتة واربعة وهكذا الحد اعمل خمس بلوكات. وتكتب جنب كل بلوك. البلوك ده بيمثل ايه بالزبط? كده احنا خلصنا موضوع الرسم اهو. عشان قطل اللي عندهم مشاكل في رسم زي حالاتي كده. يبقى خلصنا منها خلص. طيب. كلمني بقى عن الموضوع نفسه. يعني ايه? الايسبرج في نومنا ويعني ايه? ايه? ايسبرج في نومنا زي ما اتفقنا نظرية جبل الجليد واشرحتها لكم بالعامية. طيب بالمعنى بقى بتاعنا بتاع الكوميتي. بلوك والله لو جلت بص هتلاقي ان عدد قليل جدا من المجتمع هو اللي احنا مشخصينه بمرض معين. لنفس المرض ده في ناس كتيرة جدا مش متشخصة او شخصناها غلط وعايشة في المجتمع بيننا. زي فكرة ايه الكوفيد? اشهر ميزال بيحبوه جدا في الكوميتي اللي ان هو ده اساسه اصلا كوميتي. فهتلاقي ده ايام موجود في اي جملة مفيدة. فالكوفيد لما كان موجود وحاليا الايام دي اقت لو جيت تبص على المنشور البينز بزارة الصحة بعد الناس اللي جانهم كورونا في اليوم. يقول لك عشرة. يا راجل ده انا اهلي بس ولا اصحابي ولا قريبي عندهم مسلا خمسين. تجيبت العشرة دول من اين? فيقول لك والله انا عشرة دول هم اللي جوهم عندي للمستشفى وشخصتهم. ايه اللي راح بقى ايدات خاصة او اللي هو شخص نفسه بنفسه او عمل التحليل مسلا برا ولا حاجة. ده عارف ان هو عنده كورونا بس انا معرفتش. وبالتالي يقول لك عدد الناس اللي احنا عارفين عندهم مرض معين في المجتمع عدد صغير خلص فبيمثل او يشابه الحتة بتاعت الجبل الصغيرة اللي موجودة في قصتها البحر. ولكن عدد الناس الفعليا اللي عندها المرض او شخصت شخصت غلط. برغم ان ده مرض نفس عندها كورونا وتشخصت دول باردة. يقول لك ده كتير جدا. تقريبا نسبة مسلا الف لخمسة مليون. الف دول اللي احنا شخصناهم بكورونا وفي خمسة مليون عندهم كورونا. طبعا ده مجرد مثال بس ايه للفهم شكتر من كده. طيب. لو ما اتكلم بقى على البرامد اوف ديزيز. يقول لك والله بص البرامد ده بمنتهى البسطة كده خالص. عبارة عن خمس بلوكات. اول بلوك فيهم يقول لك كنترول ده. مرض معين. الناس المريضة. المرض معين. ديزيز. واحنا شخصناهم بالتشخيص الصح للمرض ده. دياجنوز. وعملنا لهم كنترول. كلمة كنترول ده معناها ايه? معناها ان احنا حافظنا ان اعراضهم لا تسوق وما تتنقلش للناس اللي حواليهم. المرض بيتنقلش للناس اللي حواليهم. فدوك يا بلوك رقم واحد. بلوك رقم اتنين. يعني ايه? يعني هو ديزيز دياجنوزد ان كنترولد. انت في كل بلوك بتوقع واحدة. بتبقى في عندك حاجة فيها مشكلة. فانا في البلوك الاولين يقول الحاجة زي الفل. ديزيز دياجنوزد كنترولد. في البلوك التاني يعني هو اه عنده المرض واحنا مشخصينه صح ولكن مش عارفين نمنع عنه الناس فبين اللي العاده للناس. بلوك رقم تلاتة. بدل ان كنترولد. دكتور بانسان خايف اتلقبط بينهم. رقم واحد فيها كل حاجة موجودة. رقم اتنين فيها حرف السي الاول. ما هو سي بيجي قبل الدي. اي بي سي دي. يبقى سي ان كنترولد. رقم تاتة ان دياجنوزد. طيب. او رونجلي دياجنوزد. ما هي دايما ان دياجنوزد المثال التانية بتاعها او الابشن التانية بتاعها ان انت شخصته غلط. ما انت شخصته غلط معناها انت ما شخصتوش. طيب. اوبشن رقم اربعة. ريسك فاكتور للديزيز. يعني دكتور الجملة دي. انت معندكش او انت معندكش بريست كانسر. ولكن بتدخاني. وبالتالي الفئة او البلوك رقم اربعة هي الناس اللي بتدخن. فئة رقم خمسة الناس اللي فري فروم ريسك فاكتور يعني كمان بيدخنوش اصلا. وبناء عليه. يبقى فيه كل الابشنز في بلوك رقم واحد رقم اتنين دكتور قال لي بوقع واحدة مش افتكرتها ازاي عشان حرف سي بيجي قبل حرف دي. بلوك رقم تلاتة هتبقى او طبعا دياجنوزد غلط. نقطة رقم اربعة في ريسك فاكتور رقم خمسة ما فيش ريسك فاكتور. وطبعا هي رقم اربعة في ريسك فاكتور لكن ما فيش ديزيز. يبقى انا هزا ما توقع هو بلغي حاجة كل مرة. ما انتو فاكين دول تقيت كلماتها هو. في بلوك رقم اتنين رقم تلاتة رقم اربعة معناه ايه? انه عنده ريسك فاكتور بس لك عندوش مرض. رقم خمسة ما فيش ريسك فاكتور اصلا. طيب كده انا خلصت الشرح بتاعنا. جالك السؤال وقال لك هتكتب سياتك ايه? واحدة واحدة بقى. اولا رتب الكلام زي ما انا بقوله وده اسهلك في الفهم وفي الحفز بغض نظر عن ترتيبه في الورق عندنا. وبغض نظر عن ترتيبه اصلا سواء في أو في اي مصدر تاني. اولا سادتك هتقوم اقول له والله احنا عندنا حاجة اسمها ايسبرج فنومينا والايسبرج فنومينا بيتم شرحها بالبرامد اوف ديزيز. طيب ده رقم واحد. رقم اتنين فهمني ازاي بيتم شرحها? هتقوم اقول له والله لو جيت بص على الجبل بتاع الامراض ده. هتلاقي ان البلوك الاولاني والتاني بيماثل او يطابق او يشابه ايه اللي فوق مستوى البحر. وده بالفعل اه اهي رسمي اصلا ايه? اول بلوكين فوق مستوى البحر. طيب. بعد جيد اقول لك من تلاتة الخمسة يعني بلوك رقم تلاتة واربعة وخمسة بيماثلوا او بيكوريسبوندوا بيطابقوا يعني ايه? يعني بمنطقة البساطة اول بلوكين بيكلموا على الناس اللي فعلا عندهم مرض وحنا شخصناه. وده فعلا ما تيجي تبص على الجبل الجيد انا حطولك دي على فكرة الصورة يحطى لكم دي صور الاسم. دي صورة يبتيجي لك في انتحاء العمل. نفس الصورة دي بالزبط. وبناء عليه فالتبا تيجي تبص على الجبل من فوق تلقي مكتوب دي اه اهو يبقى احنا ماتفقين. اول بلوكين بيساول لفوق البحر. طب والتاخل تلات بلوكات ما احنا اتفقنا الناس اللي احنا مش مشخصينهم اصلا. او اصلا عندهمش مرض او شخصناهم غلط. كل الناس بيتم بتاح عن يعني ازاي بيحصل ايلاستيشن ثم اتضحها لو مطللوا والله بلوك واحد واثنين بيكوريسبوند الكزا وبلوك تاتة واربعة وخمسة كوريسبوند الكزا. طيب. اطلقبطت بينهم حرم عليك ما اطلقبطش. امشي بالترتيب. بلوك رقم واحد واثنين. رقم واحد اول ارقام خالص رقم واحد مع اول الحروف خالص. اباف فوق. لسي ليفل. وبعد كده تاتة واربعة وخمسة ارقام تحت يبقى تحت بيلو زي سي ليفل. يعني مفهول مطلقبطش. ودول ممكن يقولك كامسي كيو. الجملة دي ممكن يقولك كامسي كيو. ازاي يا دكتور? يجي قولك والنبي كده معاليش يقولي الان دياجنوز او رونج دياجنوز ديزيز. بيمثله ايه في البرامة او ديزيز? تقوله بلوك رقم تلاتة. او يجي قولك بلوك رقم تلاتة بيكوريسبوند ايه? الاباف سي ليفل ولا بيلو سي ليفل? فتقوله والله رقم تلاتة واربعة وخمسة لا يبقى بيلو سي ليفل. ماشي. نكمل ايجابتنا. لو كتبت جميتين دول بس هتنقص. كتير. نكمل. اللي احنا قلناه بالعمية كده سيتك هترجوم الجليزي. رقم واحد. احنا قلنا ان عدد كبير بين الناس واحنا مش عارفين اصلا هم موجودين او او شخصناه غلط. قلنا الاتنين نفس المعنى. فتقوله والله نفس المعنى او شخصناه غلط. مش? وعدد صغير جدا هو اللي احنا شخصناه وشخصناه صح? ويمثل التب. التب معناها القمة بتاعت الجبل من فوق. يبقى لحد دلوقتي احنا قلنا اربع نقط. النقطة الخمسة الاخيرة يقول لك بقى ايه? يقول لك يعني ايه? العبء الكبير الضخم الحقيقي للامراض هي اللي مستخبية في المجتمع. زي الكوفيت. ومش اللي احنا شخصناه او ما شخصناهاش او ظهره او لا. من الاخر بيقول لك في الجملاتية انه لو فرضنا ان عندي مرض ظاهر له سيمتمز ومرض مش ظاهر له سيمتمز. مين فيهم اخطر علينا كمجتمع اللي مش ظاهر له سيمتمز. من الاخر. فاحنا بنخاف من دول. هما دول ليهم عب اجامد جدا على المجتمع. هما دول اللي بيبهدروا الدنيا خلص. ليه بيبهدروا الدنيا عشان ات طبعا مش عارف ان هو مريض فبا بيش بتاعلكم. ولا بتعملوا كنترول. الخمس جمل دول كتبتهم هتاخد درجة. لو كان الدكتور يعني لحد ما بيحبك او بيعزك او لحد ما يعني كان مبسوط وحب يديك درجة يدها لك. لو دكتور بقى زعلان ومتدايق. وعايز نقصك هي نقصك. ايه اللي ما تكتب له جملتين في الاخر دول? ايه الجملتين دولات? بيقول لك والناب معلش يقول لي كده ايه هو القصة دي كلها انت بتديني ليه? او ايه هالمشاكل لو انا عملت نفس مشواخ بالي منها? يعني ميتها في البحر. حد ايه اخد باله? تعالوا نشوف. اولا كان في عندنا شبطرين كبار جدا في النظام القديم. شبطر اسمه انفكشن شبطر اسمه هيل سيرفز. وتركبلك الهيل سيرفز ده بالنسبة لك هتاخده في سنة خمسة وهيبقى حد تاريخ ما شوية. والانفكشن ده فعلا شبطر هي هتاخده معنا الايام دي. فهم الاخر عمل ايه? جاب الشبطرين دولت? وقال لك والله اهمية في النومنا هما الشبطرين دول. رقم واحد محاربة فلو جينا نعكس لو انت قلنا ايه المخاطر اللي ممكن تحصل لو انت لميت في النومنا حينتشر ليه? في شخص عنده مرض وانت مش عارف ان هو عنده مرض. وسيبتك ما فهمتش وما درستش ان لأ في ناس كتيرة عندها المرض بس مجرد عليهم اعراض. الجبل بقى زي ما الانفكشن هيتنقل. زي مثلا مثلا في حوار الكورونا لما جاي نحبس الناس مثلا في القاهرة عشان احنا فاكرين ان هما كلهم ميت حالة. لان هما اصلا اربعة مليون مثلا حالة ومتوزعين في كل القرى. انت فاكي نفسك كده جامل تنين. هم عاملين ماشيين ينقلوا المرض في كل القرى مصر. وانت اقفل القاهرة. انت جامل تنين. نقطة رقم اتنين. الهيل سيرفز دي قلنا معناها ايه? معناها كل الخدمات الصحية زي ما اتفقت معاكم. الخدمات الصحية دي قبل ما بتتعامل بنعمل لها حاجة اسمها مخطط. يعني معلش بحط الكلام مخطط ان لازم الناس تلبس كمامات عشان خاطر عارف ان عندي حالات كتيرة من الكورونا. فلما انت تقول مسلا دي انا فضل عندي ميت واحد بس عنده كورونا. خلاص اشطى. اقلعوا الكمامات يا رجال يا الله بينا نعيش حياتنا. لانه مش فرقة. فيقول لك حاجة اسمها التقليل من شأن وقدر تخطيط اصلا. واذا خططت تعمل يعني خطة مش كاملة. خطة مش كافية. يعني يا جماعة خلاص عشو حياتكم بس تلبسوا جماعة بس كده ساعتين ولا حاجة بس في نص اليوم ولا حاجة وخلاص. ليه? ما انا فاكر انا عندي مية بس وهم اللي عندهم كورونا. طيب بمنتهى البساطة لو انت مخططتش كويس ده جزء من من الحاجات الموجودة ده في الهيل سيرفز البروجرام بتاعك هو الحاجة اللي بيتقدمها يعني المستشفى بتقدم لك خطة علاجية اسمها فانت لو عندك خطة فاشلة يبقى هتقدم فاشل وبالتالي الناس هتموت بقى والصحة طيب. طيب. يبقى انا عندي نقطين مهمين جدا. شوف انا بحفظك لفظين ما بحفظك شكونا كلها رقم اتنين يؤدي لفشلة في الاخر. طيب. ده بالنسبة للايس بيرجي فنومنا. تعاون نتكلم على اخر موضوع عندنا وهو او قبل الاخير لسه في عندنا حوار المقارنة اللي تلك قبل كان مهمة جدا. عندي اول تعريف عندي هو العلم الاوبئة. بيسموه تعريف التو دي. واخلي بالك عشان في عندنا حاجة اسمها تعريف التو بي. طيب تعريف التو دي ده عبارة عن ايه? هو دراسة معناها انتشار. معناها محادثات الصحة. لكل الامراض في مجموعة من الناس. عايشين مجموعة الناس عايشين في المجتمع ولا حاجة. درسنا لهم. جبنا الامراض ودرسنا بتنقل ازاي? وتتوزع ازاي ما بين الناس. ودرسنا انه ايه الحاجات اللي بتخلي المرض ده يحصل اكتر عند احمد. عن محمد. عن اسماء. عن تحسين. يبقى ده كده اسمه. فدايما وانت شغال في الكرينيكا اللي هتلاقي اول حاجة بعد تعريف المرض الابيديميولوج بتاع المرض. ودائما هتلاقي في نسبك اللي يقولك ايه? خمسة وعشرين في المية من الاطفال بيجالهم المرض الفلاني. اربعة في المية من الناس الكبار لو جالهم المرض الفاني بيبقى اكيوت. من الاخر هي عبارة عن علم النسب. علم الارقام. الابيديميولوج ده. طيب. لحد هنا لو انت ما كنتش في دفع التباني وخمسين هتاخد الفل مارك. لو في تاني وخمسين هتنقص. لان الساطرين دولت جايين جداد. فيقولك والله بص الابيديميولوجي هو علم التو دي خلاص بندرس ماشي. رقم اتنين وضح لي بقى الديستريبيوشن ده. وضح لي الديستريبيوشن بيعرفك المكان والزمان والناس. اللي هيحصل عندهم المشكلة دي او هيتنقلهم الدزيز ده. بتقولك بيعرفك نحنا قيلنها اصلا في شرح الفيديو اللي فات. او الكوزيز والجداد بقى بنزبانا. يعني يا دكتور. يعني انت لما بتدرس عن المرض مسلا هيبطايتس اين وبتنين عن طاية الاكل بتخلي اللي عنده بيطايتس ايه خلي باله هو بيأكل مع الناس تاني. هيبطايتس بي عن طاية الدم فتخلي بالك من حوار نقل الدم على الناس اللي عندها هيبطايتس بي. فبالتالي لما تيجي تكلم عن وعن ديستريبيوشن وعن قول لي ديستريبيوشن دي بتسأل اللي بتسأل عليها بايه? قولك بسأل والله بوين وهو. طب بسأل عليها بواي وهو. كان مهم اه عشان امتحان. كل عشان امتحان. طيب جاء قبل كده امت سؤال ده? جاء قبل كده سؤال نظري. زي ما هنحن متعود دي ماتحش في اول صفحة تلقى في الصفحة التانية اهي في الفين واربعتاشر. سبتمبي يعني دور التانية الفين واربعتاشر. طيب. طبعا ده اسم العالم الجميل اللي عمل الكلام ده كله. طبعا ده انت في الزبالة مش مهم. بس ده المهم. اه في نقطة كان مهمة جدا. عشان خاطر ما نيجي نحفظ. في في نومين يا دكتور. الامسية دي مهمة? في الزبالة. ليه يا دكتور? دي مجالة امسية. واحنا هناخد فلما يجي يسألك السؤال ده وتحب تحط له مثالين للترانسميت انفكشن. حط اي امسالين من انفكشن انت تاخدهم عادي جدا. اللي هتاخدهم في الشباتر معنا. فدول مش الزام يتحفظهم على حاجة. هو جاب لك بس شوية امسية وخلاص ورمها لك في ساطر واحد يعني مش اكتر من كده. طيب. لما اتكلم بقى على محدات الصحة. شرحناها بكده. بس لها تعريف. وده جديد فعشان كده مهم جدا. التعريف يقول لك والله هي مجموعة من العوامل التي تؤثر على صحة سيادتك. ما احنا قلنا خلاص. ما احنا قلنا بكده محدات الصحة اول عامل بتقول ان سيادتك هيجي لك المرة ده او مش هيجي لك. طبعا بتاعت اشخاص او بتاعت ما احنا قسمناها بلكده على مستوى وعلى مستوى وعلى مستوى وعلى مستوى الكوميدي. كده في تعريف لحد هنا بس هتنقص. لم تكمل. يقول لك والله على مستوى حياة سيادتك في كل مراحلها. الصحة بتاعتك بتتأثر ما بينهم. وده شرحنا بالتفصيل تلك قبل كده هي شبكة عنكبوت. فكلهم كفاكتورز ممكن يخشوا مع بعض ويساعدوا مع بعض. لك بقى سوشيال وايكونوميك وفيزيكال انفيرومنت وانديك امثالة يعني. والجملة مهمة جدا عندي هي الجملة دي. ما بيقوش لوحدة لوحدة. لازم يكون عندك اكتر من فاكتور عشان خطر يحصل لك المرض ده. ما حتى فان هي فبالتالي سيادتك ان تكون مسلا بتدخن واهلك مسلا عندهم قبل كده فبالتالي جايك فبالتالي هون عندك جنيتك وعندك اللي هو بتاعتك ان انت بتدخن او بتاعتك. فبالتالي معناها ايه? محددات معناها عوامل بتؤثر على صحة سيادتك سواء على مستوى الافراد ما احنا قسمناها بكده افراد وقسمناها على مستوى كل مرحلة مراحل حياتك بتتأثر ما بينه من بعض. مش لاحد لوحده. طيب 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 نتكلم على والجاد برضو سؤال كانت برضو في الفين واربعتاشر الدور التاني. كانوا سؤال مع بعض وابديميوليش. يقول لك علم وفن. احنا بحط تعريف بتاعنا فنحط براحتنا بقى. طبعا لايه الصحة العامة. فالصحة العامة هي فن وعلم. علم بتاع ايه بقى? ده تو بي. فكده ما بتوكوا فيه عندنا ده الابيديميولوجي. في عندي اللي هي اهي حرف البي حتى بابليك هلز. بابليك هلز فكنت تعريف الصحة هلقلنا ايه? كان ليره شقين صح? وانا ليس مجرد مش مجرد بس اختفاء الديزيزيز. لا ده احنا كمان هنعمل حاجة اسمها فاكرين? حلو قوي. خد نفس الكلمتين دول وحاولهم الحاجات بحرف البي. اولا بريفنتينج الديزيز. امنع عني يكون في مرض. مش ما هي نفس المعنى. ايه شهاده? والله نفس المعنى. رقم اتنين يعني يعني بتطور الصحة. اللي هي مش مجرد بس نسيتك ما عندكش مرض? لا. خلي صحتك تبقى احسن. يعني لو كان وزنك كبير مسلا وبرد اللاين زي ما اتفاني تلعب رياضة فيبقى وزنك مثالي. فهو علم اه فن ان سيتك تعمل حاجتين دول. ضيف علوم كمان انك بتزود الفطر اللي سيتك هتكون فيها سليم. يعني ايه? يعني بدأ مجيك دور برده كل اسبوعين زي حالتنا كلنا عشان احنا كلنا طبعا الحمد لله المنعاتنا زي الفل. لا يجي لك مسلا دور برده كل عشر سنين مسلا. يبقى انت كده دراسة بتبحث الحتة دي عشان مجيكش دور برده كل اسبوعين. ودعم طريق المجتمع بتاعنا بيحط شوية اه خطط كده وانت تتبعها وتعملها يبقى انت كده بتوصل لتات نقطة اللي عليهم اللي هما برو موتينج الهيلس وبروفينتينج ازيز وكمان بتزود الهيلس داي في سبين. مش طبعا كلمة سبين معناها مدة. نقطة مهمة جدا عندي كامسي كيو. يقولك هي بتطبق للناس العيانة ولا السليمة? للمرة الاولى اعتقد والاخيرة او قبل الاخيرة احنا كوميونيتي بشتغل معنا المجتمع كله اسمي كوميونيتي المجتمع. لكن انت ككلينيكل بتشتغل مع عيان جاي لك العادة بيقولك اه 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 انا تعبان. لكن انا ما بشتغلش مع تعبان انا بشتغل مع مجتمع كله عيان او سليم. طيب. نقطة تانية. مين المسؤول عن محب? مين محب? وزارة الصحة والاسكان. في اي دولة? هي المسؤولة عن تطبيق الصحة العامة. طيب دكتور في التاريخ اكتب لحد فين? واحد اتنين تلاتة. زيها زي الهيلس. الهيلس كتات اجزاء. اجزاء زيها. طيب في عندك سؤال برضو مهم جدا وهو ايه وظيفة ولان هي اساسية. فجمعناها في حرف الايه برضو. ولان طبعا السين اس مهم جدا لحياة سيادتك. محانش بيعيش من غير سين اس. فبالتالي هي الحاجات الاساسية. ممكن ايما حاجة كتيرها بس دي الحاجات الاساسية. ويجي طبعا نوقع اجي تنظر الكتاب. فاكرين في قطلوكم لازم تحفظ التمانية. في ممكن تحفظ ستة. شفت احنا طيبين ازاي? اخرك ستة. شكرا. بس كده كانت تحشاجة بهم كلهم. فيش مشكلة. اول حاجة يعني ايه دكتور يعني بمنطقة البساطة بعرفك لازم تخسي ايدك قبل ما تاكل. لازم تخسي الاكلك قبل ما تاكل الفواكه يعني. ده اسمه رقم اتنين ده كده حرف الايه حرف الال سن القوانين المتعلقة بالصحة. لو سيادتك ملبستش كمامة هسجنك. وليجي ليش? نفسك كانت بتنظيمات لعلاقة بالصحة. لو سيادتك مطعمتيش. منتش دخل الامتحان. يلا بركة يا جامع. طيب. سي الناس عندك حرف سي. كلمة معناها بغض النظر عن الفرق ما بين بس بالنسبة لنا هم اتنين نفس المعنى. طيب وده كان شابط الانفكشوز زي ما اتفقنا. نقط رقم اتنين يعني ايه? معناها ان تقيم وتلبي احتياجات المجتمع. والبابلكيل زي ما اتفقنا دي وظيفته اه? بيحسن صحة ازاي? اعرف مشكلتك ايه وعليك. الاس عندي وتساوي نسبيا المجموعة الناس اللي احنا عارفين ان هم عندهم ظروف بتخليهم يمرضوا اكتر واسرع. فبالتالي بنحتم بيهم اهتمام خاصة اكتر. زي ما اتفقنا ماما وهي حامل في كوكو او هي بتردعو. والعائل الصغير اللي هو بيحاول لسه يكبر في السن. او زي ما اتفقنا او حتى الناس اللي بتشتغل مسلا بالاربعاشر ساعة في المصنع ما غير ما تاكل. ففي عندنا رعاية للناس دي. دي واحدة من وظائف طيب. سي ان اس عندي كده خلصت. الحرف ال اي عندنا يبقى عند نصطين. فاكينا اطلوك قبل كده مين اكبر شابطرين? زي ما جبنا سيطة مع بعض في اهمية فيها الاتنين. الحاجة التانية هتزبط البلانينج بتاع هتعمل البلانينج محترم. نضيف. ليه? عشان خطر انا فاهم وعارف. ومعايا داتة عن المرض ده. بيتنقل في مين اكتر? بيتنقل ازاي اكتر? بيتنقل الصف اكتر الاشتاء اكتر? فالداتة اللي معايا دي دخلين اعرف اعمل خطة محترمة. ودخلين اعرف ازبط بتاعتي والبروجرام بتاعي. فبتاين الناس كلها تخف. او المرض ما يتنشرش. طيب دكتور يعني ايه كلمة ايه يعني هحمل الانفيرومنت ازاي يعني مش فاهم? ده بس تخلص. جيت ابص لقيت ان في مرض معين بيحصل لسكان قرية شنطف العرس. جيت ابص لقيت شنطف العرس دي قرية بيحصل في المرض ده بنسبة كبيرة جدا. نتيجة معرفة للمعلومة دي انا هنزل اشوف ايه اللي بيحصل. انا ان في مصنع بيسيب الكيمياء بتاعته في المية. فاروح اقافل للمصنع ده. دي وظيفة مين بتاع الكوميتي. وبالتالي بقى انت كده حامية البيئة. حامية المية بتاعتك او البيئة بتاعت اللي هم الناس اللي عايشين. من هي تكون ملوسة فبتاعت نجيب له مرض. وسيط? طيب بالنسبة لي ازا ما اتفقت مهم عندي تحفظ ايه? ستة. ده البابليك هلس. يبقى عندي فرعين مهمين جدا في طب الاسرة او الصحة العامة او اي ان كان مسماهم بالعربي وهو الكميونيتي والبريفينتيف. طب المجتمع والطب الايه? الوقائي. طب المجتمع هو انك تطبق البابليك هلس على المجتمع. والله تعريف انا شايف انه سهل جدا. ما هو المجتمع مجموعة من الناس بيتشاركوا مع بعضهم الهوية. والكالشر تمام? وبيحكمهم شوية قوانين. برضو ده كلام انا شايف ان هو كلام يعني ايه? دراسات. مش كلام تبعنا ايه. هو الارت والساينز. ودي اخر مرة ما تلاوش هلوكو ارت والساينز. فالفن والعلم بتطبيق ودي هتلاقيه في المحاضر الرابعة. وسؤال مهم جدا كامسكي وكناظري. كانت موجودة هنا في المحاضرة بس اتلاغت بالت في المحاضر الرابعة. انك تطبق اسمها سبحانه. ويقولك تطبقها على مستوى ايه? يا شخص يا مجتمع يا نفس الكلام. فيش جديد. طيب في عندك ان بيه كده عبيطة يقولك والله يخلي بالك ان الكميونيتي والبريفنتي هم يتنين ليهم علاقة ببعض يعني بيتدخلهم وبعض وهم يتنين عبارة عن جزء من ماشي اوكي. ويقول طبعا ليهم نفس التعريف وليهم نفس الخطط او نفس المهام. ماشي. سؤال. طبعا كل اللي فوق دي بتيجي سؤال نظري. ويعني ممكن اجيب لك التعريف وقولك ده تعريف ايه? او اجيب لك مسلا وقولك تعريفها مين في دول. بس يعني انا شايف ان ده بعيد شوية فهي بتيجي سؤال نظري اكتر. عندنا فيه اربع حاجة اسمها الرعاية العلاجية. اربع نقطة. اول حاجة امرجنسي كير. علاج الطوارق او حالات الطوارق. واحد عنده طارقة معينة دلوقتي. مثلا مناخيره بتنزف دم وما وقفتش دم خلال مسلا او ما وقفتش نزيف خلال مسلا تطور اربع ساعات خمس ساعات ولا حاجة. طيح يطلع يجيب على المستشفى. حالات الطوارق لازم قانونا تتعالج في اي مكان اي ان كان. سواب عيادة مستشفى خاصة مستشفى حكومية لازم تتعالج. تتلحق. طيب ويتعمل لها سواء عمليات او يتعمل لها ان تاخد دوا ده حاجة اجبارية على المكان. اللي هو السيرفز. شكرا. اهو. لكل الناس. وايه? في اي مكان واي زمان. نقطة رقم اتنين بمنطقة البساطة كلمة معناها بتحصل وتختفي وتحصل وتختفي. فبيقول لك والله يعني ايه? واحد سليم وزي الفلو قاعد ما فيش بالله بي ولا عليه. فجأة جاله مغس واسهال بسرعة. ده اسمه ايبسوديك. ليه? حاجة اكيوت ظهرت دلوقتي حالا ظهرت فترة صغيرة في وقت صغير وظهرت بكم كبير. فعنده دا اسمه كده وده يروح له يروح له حاجة اسمها ايبسوديك كير. طيب ده ممكن تسميه مسلا حالة حرجة. ولكن خلي بالك. لو قدتك مسلا بدات بشر وقع مرة واحدة. هل ده كده اكيوت كونديشن ويبسوديك? لا ده كده امرجنسي. فطالما الحاجة مش يبقى اكيوت كونديشن يبقى بسوديك. يبقى امرجنسي. طيب خلاص اوكي خلصنا من نقطة دي. ونقطة دي مهمة جدا كامسي كيو ان ده طيب البديهة الواحد فعلا بيروح للدكتور او ما بيحس ان العراج شد عليه مرة واحدة. يطلع ايجري حرف سي كرونيك. الحالات الكرونيك. يعني ايه? بيروح يتابع بس. وانا بتروح من مستشفى مسلا او العيادة تابع كل كم مسلا اسبوع كل كم شهر. تروح تبص بص على نفسك تعمل شكر زي الفل تقوم روح. شكرا. ده اسميها. اخر شكل من اشكال الرعاية الترمنال كير. وانا شكل بحبه يعني انا كعمر بحس انه منطقي قوي. ويعني ربنا يشفي الجميع رب. بس ده من رحمة ربان ده ده موجود. لما بيكون شخص في اللاست ستيجس او اللي هو الفاينال ستيجس اوف كانسر. خلاص انا عارف انك هيك انت هتموت. فمش هينفع مويتك. القتل الرحيم ممنوع في مصر. هتسجن لو عملت كده. فأتليست بحاول عالجك حتى او انا عارف ان الموضوع فاشل فبعالج السيمتوم ستاعتك. فده بيسموه الترمنال كير. وده اغلاهم. يبقى الموست كومون ابيسوديك. ولو هنقول مثلا حاجة مثلا اللي هو اغلاهم الموست اكسبنسف هتقولي الترمنال. لان هو اكسبنسف بقى تفع فوز كتير. طيب. وطبعا هو اللي هو الفاينال ستيجس او اي ديزيز. دكتور لو انا عايز احفظ كلمتين اللي تعريف كل واحدة فيهم احفظ ايه? ده بس ده خلص. الاميرجنسي رأيت لكل واحد. الابيسوديك تعرف لي ان هو اكيوت والكونتينيوس كرونيك والترمنال فاينال ستيجس ما حتى ترمنال ترمنال نهائي. واوعى تنسى مين فيهم طبعا اللي هو اللي بزودك ومين فيهم اللي هو الترمنال. كده انت خلصت الجزء ده. طب وباقي الراغي مش مهم عندي. طب والامثلة انت كده فهمت خلاص. مش محتاج عدد ديك امثلة. ده ممكن يكون اكيوت? لا طبعا فش حاجة اسمها اكيوت ده مفيش. ممكن اكيوت دا يرى اه. الاكيوت دي دي ابسط ما فيها احفظ ان الاكيوت هبارع عن شوية سيمتمز. انما الكرونيك امراض. ولو السيمتم ده هيبقى بيهدد حياتك يعني زي ما قلت قبل كده ضغط ده متاعك وقع كله مرة واحدة. ضربات القلب وقعت كله مرة واحدة او زادت مرة واحدة. لا دي تصبر امرجنسي. ده حد ده ده كده اكيوتف كير. اخر موضوع معانا واهم موضوع معانا وهو المقارنة ما بين الكلينيكل والكوميتي ميديسن. ما بين دكات الكميتي ودكات البطنة والجراحة. وطبعا الحمد لله ربنا هدانا نعمل لها تحشية جميلة جدا وهي الميديسن. مش هما بيقارن ما بين ميديسن وميديسن? حلو. يبقى هي من جماعة في كمية ميديسن. اولا حرف الام. المانجمنت دكتور. لو سمحت عندي استفسار. تفضل. هو بيجيب اوجه مقارنة بيجيبوش. مرات بتيجي. ومارات ما بيجيش. وبدلا عليه? فانت بتحفظ اوجه المقارنة عشان خاطر لو ما جاتش. طيب. يبقى حرف الام عندي اللي هي المانجمنت. يعني ايه المانجمنت? كلمة معناها ده على مستوى الكل ودي معلومة كده خدها كده ورميها في البحر. بس بقى عرفتها وخلاص. طيب لما يجي اقولك على مستوى الانت بتحاول تعمل ايه? بتعالج ايه? مش مرض? بتعالج مرض. يبقى شكرا. طيب انا كميينيتي كدكتور كوميتي هو انا بعالج مرض? لأ ده انا قدر لكم انا اصلا مش بشتغل مع الناس المريض انا بشتغل مع ناس كلها? انا بحط خطة علاجية. مش? طيب يعني ايه مسلا خطة علاجية? يعني انا بابني مستشفيات مسلا. عارف ان القارية دي مسلا فيها ناس كتيرا بتاعي بقوم بينينها المستشفى. ده كوميينيتي. انما الكلينيكال لا بيديهم دواء. مش? بعد المانجمنت عندي حرف الام برضو اللي هي المصادر الريسورس انا بحب اسميها الاسلحة. السلاح اللي مع الدكتور بتاع الكلينيكال عشان خطر يعالج المرض او لجي المشكلة سواء بقى كان سواء كان ادوية او كان سيرجري. طب انا كدكتور كوميتي ايه السحل في ايدي? من الاخر كده لو انا عارف ان في ما عندي مشكلة مسلا زي الكورونا انا في ايدي كدكتور كوميتي افتح اربع اخمس مستشفيات ازبط المستشفيات ديات بكواليتي كويسة وحط فيها سطف كويس من الدكاترة من الاخر خدمات طبية. مش دعوة ناصل بقى يعملوا ايه بس انا بزبط الكوالي بتاعتهم والاماكن بس. طيب وانت اسمها النتيجة. فتلاقي ان او النتيجة لها اخر حاجة خالص لها حرف الان لها مكتوب جنبها في حالة يجي سؤال بقى جميل جدا حصل من زمالكو. دكتور طب انا عملت حاجة. ايه يا ابني الحلال? حطيت كلمة مدل كلمة في المانش. حطيت كلمة من تحت بدل في النتيجة. هي نفس المعنى? هي نفس المعنى. طب لو كنت بتاخد درجة نفس القصة بتاعت كل مرة. الدكتور الشرير والدكتور الطيب. الدكتور الشرير بمنطقة البساطة لأ هنقصت. الدكتور الطيب عظمة جدا. خد يا ابني فول مارك. طب والفرق بين بيشانت كيور يعني وتريتمينت. انا عايزك تقول لي كلمة بيشانت كأبجيكتف عشان خاطر افهمني انك ده تعارف انك بتتكلم على دكتور بيجي له عيان. دي الفكرة. طيب لما تيجي تبص على الخطة العلاجية. طب ايه? تحسن. لايه? للصحة? ما بقولكش ان انت خفيت بالمرض. انت اصلا ممكن تكون اصلا مش مريض. انت يدوك مسلا بوردر لاين. وانا بحاول اديك خطة غزائية كويسة عشان سيادتك تبقى احسن. جسمك يبقى احسن. وزنك يبقى احسن. فصحة تبقى احسن. مش كتر من كده. فواحدة فيهم بتقول لي فيها عشان بقى فاهم انك بتتكلم على العينين. ده اللي هو الكينيكل. والابجيكتف بتاعت الكوميتي لانا بشتغل مع الناس السليمة او العيانة فبالتاني انا بحتك بالصحة بشكل عام مش بالمرض. فالصحة يحصلها تحسن. ده على مستوى تعالوا نكمل. فيها حرف الايه? التقييم بتاعك على مستوى بيكون عبارة عن ايه? بقى اجيب العيان وخليه جيلي عندي العيادة مرة واتنين وتلاتة سبت واتنين وده اربع وخميس واشوف الدواء خليه خليه خف ولا? اسمه على مستوى انك كوميتي انا مش هجيب العيان اشوف خف ولا? هو اصلا ما كانش عيان. لكن بعمل للهيلس ستيتس اصلا. شوفهم ما قطلقش للديزيز. للهيلس ستيتس. والله صحيته بقت احسن. بقى وشه منور وصحيته بقت احسن وعارف يعمل حاجات في حياته اكتر وبتحرك وبيروح وبيجي. والامراض بشكل عام قلت عنده يبقى انا كده نجحت كدكتور كوميدي. عشان انا انا زي ما قولت قبل كده انا باهتم بالصحة مش بالمرض. طيب ازاي اشخص ان في عندي مشكلة كدكتور كلينيكل. بعمل طبعا باخد شوية عينات والكلام ده كله وبعد كده اعمل زي دكتور هاوس ومكاتب الامراض اللي في دماغي واقعد اشتوبها بقى. يا طرح عنده دور برد ممكن. طبعا عنده كورونا يا رب لا. وهكذا لحد ما وصل التشخيص. كميينيتي انا بعملش حاجة اسمها دفينشل دياجنوز بعمل حاجة اسمها كوميينيتي دياجنوز. يعني ايه كوميينتي دياجنوز. انا ما ببحتكش بمريض واحد وشوف عنده مرض ايه. انا بشوف المشكلة اللي عند المجتمع ككل مش عند المريض. فبعمل تشخيص للمجتمع ايه مشكلة المجتمع. طيب بعد ما اشخص اعمل حاجة اسمها برايوريتي. ودي مش موجودة في الكينيكل. كينيكل ميديسن انت واحد عندك دور برد بعالك دور البرد شكرا مروح. انا في المجتمع مليون في المية عندي 14-15 مصيبة مش مصيبة واحدة. ببدأ احط اولويات. واشوف مين اول مشكلة مفوضة حلها وابدأ خلينا نحلها. وعمل نحلها نخش عمشكلة بعدها. فالبرايوريتي دي التخصصي انا كدكتور كوميتي. ماشي? بتجيب المعلومات منين اللي تقول لك ان في عندك مصيبة او مشكلة في الكينيكل ميديسن والكوميتي. في الكينيكل ميديسن شكوة المريض والتاريخ المرضي بتاعه. بيجي يقول لك والله انا بشتكي بواجعة في جنب اليميني. طب ايه التاريخ المرضي بتاعك يا ابني كنت بشرب كوباية الشاي حسيب الواجعة جيت لك على طول جاري. طيب انا عندي في الكوميتي انا بتعملش اصلا مع شخص لوحده. في الكوميتي انا بمنطقة البساطة باخد حاجة اسمها الاستاتيستيكس. الاحصائيات. سواء كانت موربيدي او مورتيتي او فيتال انديسيز. فاكينت موربيدي مفروض لو فاكين موربيدي معناها معدل الاصابة. ومورتيتي معناها معدل الوفاة. والفاة. مفروض ان احنا اخدناها قبل كده. وحنرجع اخدها تاني في الديموجرافية. ماشي. بمنطقة البساطة بنتكلم هنا على احصائيات. مجموعة من الاحصائيات للمجتمع ككل بتعرفني في مشكلة. اجا بص الالي مسلا الاحصائيات مسلا الالي معدلات الاصابة مسلا يوم الخميس كانت عالية جدا 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 جدا. يا طرق ايه اللي بيحصل يوم الخميس? اراح اصير الشي بقى. كدكتور كوميتي. طيب. مين هم الناس اللي بيتقدم لهم من الزبون? من العميل بتاعي اللي العيان زي ما اتفقنا. ونازم يكون شخص واحد. تبا بتكشفش عن المجتمع كله في اللي عادة عندك. تبا اتدخل واحد بواحد. ويكون عيان. بحب وجدنا كامسي كيو. طيب. لا المجتمع ككل. كل المجتمع. سواء كان سليم او كان عيان. ما اتفقش معي. اخر حاجة يقولك ايه حوار والله زي ما احنا متفقين قبل كده على مستوى الدكتور بتاع الكلينيكل بالزبط تاع البطنة. والله يقول لك اول حاجة يقولك روح اعمل لي شوية تحاليل وتعلالي اعمل شوية اشعة اي حاجة وتعلالي وبعد كده يبدأ يقرر بقى الدنيا اخبارها ايه والكلام ده كل. انا في الكوميدي مافيش عندي كلام ده للاسف. بس عندي ما كانوا المحاضر رقم حداشر بالنسبة لك في السيرفي الدراسة الميدانية. بقى يجيب ورقة واسأل الناس ها اه بتشرب سجاير اه يبقى كده المجتمع عندي كله بيشرب سجاير بقى دي مشكلة ابدأ حلها. طيب بالنسبة لي بقى لو انا عايز افهم الكلام ده. حاول عشان تفهم الجدول ده تعتبر ان في عندنا مصيبة او مشكلة. دكتور البطنة هيتصرف ازاي? ودكتور الكوميدي هيتصرف ازاي? والمشكلة دي تعتبر مشكلة اختصاصها لبتاع البطنة ايه? وبتاع و بتاع الكوميدي ايه? فعندك مشكلة زي ما اتفقنا اول حاجة هتقول لي عايز اعرف معلمات على المشكلة اعرفها ازاي لو دكتور بطنة يبقى بتتكلم على لو كوميتي بقى نحرفها من الاحصائيات اللي هي طيب لما نجد نتكلم بقى كده على مين الزبون اللي جايب المشكلة دي او المصيبة دي لو بتتكلم عالكينيكل فهيبقى وهيبقى مريض الكوميتي اللي هيبقى سليم وكل المجتمع لو بنتكلم من المصيبة ديت المفروض ان انا هعمل لها تقييم وقبلها اشخصها اصلا فتشخيصها ازاي زي بتاع دكتور هاوس في الكينيكل اما الكوميتي عندهم طيب بعد ما اشخصتها عايز اقيم اقيم ازاي اقفلوا قبطع لي كل يومين ثلاثة في العيادة واخد منك شوات فوس حلوة طب كده كده دكتور كوميتي مفيش عيادات للأسف في الكوميتي فوصفتي بالاخر بعمل بكرة وبعد بكرة واشوف كده الاعداد بتاعت الناس السليمة بتزيد ولا بتقل وابدأ ابص كمان على بتاعت الهيلز احسن ولا اوحش بعد كده اجا بص على السيف اللي معايا والنتيجة اللي في الاخر السيف اللي معايا طبعا على مستوى كينيكا ميديسن الدواء سواء عملية او دواء اللي هو بيتاخد اقراص بقى او حقان او لبوس او ايا كان طب والكوميتي لأ انا بالاخر ببص على الخدمات الصحية ده السلاح اللي في ايدي بزود مستشفيات بزود دكاترة بزود ادوات واجهزة ده اخري من الاخر كينيكا ميديسن بيهتم بان هو في الاخر يعالج العيان ده الابجيكتف انما الكوميتي وظيفته ان هو بيحسن الصحة بغض النظر ان كان الشخص ده مريض او لأ زي ما قلت بكاسو ده مهم جدا 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 اسئلة المحاضرة بيقولك بمنطقة البساطة على اعتبار الايسبرج في نومنا البلوك خمسة ده كوريسبوند لايه بلوك خمسة ده كوريسبوند لشخص فري اوف ريسك فاكتورس ما عندهمش اصلا اي حاجة خالص ما بيدخلنش اساسا طيب لو قلنا مسلا بلوك رقم واحد دكتور قال لي رقم واحد ده كل حاجة موجودة طب رقم تلاتة دكتور قال لينا رقم اتنين هيبقى اللي بحرف سي الاول عشان الابجدية الاول فالسي قبل قبل دي يبقى ان كنترول دي يبقى رقم تتا ان دي بقى الان دي وصلت لفكرة طيب رقم اتنين مع اكيوت كونديشن ما تكملش بقى خلاص احنا ده في كوميتي دينا ماشي كده هتلاقي فيه راغي كتير بس انت من كلمة بتاعها في الاجابة فهو اداء وبسوتيك عشان خاطر يجي لهم شغلانة كويسة كونسيدر دي از لو ما فلن شايفين الاجابة ما فلن ما تشوفوهاش طبعا السؤال ده اصلا كله اترحل خلاص للاسف معادش عليكم السؤال ده هيبقى موجود في المحاضرة اقم اربعة زي ما اتفعل ده جزء من اجزاء كده احنا خلصنا الجزء ده من المحاضرة اتمنى ما يكونش تقيل قوي ويا رب بيطلع اه مدفوص صغيرة في الشرح بتاعنا وبالتوفيق رب نتقبل الفيديو الجاي